يواجه عملاق التواصل الاجتماعي جوجل دعوة قانونية بتهمة اختراق منصة يوتيوب التابعة له لبيانات القاصرين واستخدامها دون علم الأهل لغرض الترويج لإعلانات مناسبة واحداً تلو الآخر يواجه عمالقة التواصل الاجتماعي دعوة قانونية تصل غرامتها لمئات ملايين الدولارات أولاً فيسبوك والآن جوجل فكما فيسبوك القضية التي طالت جوجل الآن عبر منصة يوتيوب التابعة له تتعلق بحماية بيانات الأطفال وبالتحديد تعرضهم لتسجيلات غير لائقة أو جمع بيانات شخصية عنهم وفي التفاصيل أفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بتقدم 23 منظمة تعنا بالدفاع عن الحقوق الرقمية وحماية الأطفال بشكوى ضد جوجل إلى اللجنة الفيدرالية للتجارة حيث اتهمت يوتيوب بجمع معلومات خاصة عن القاصرين دون علم الأهل واستخدام البيانات بغرض الترويج لإعلانات تتناسب مع حاجاتهم وبحسب معلومات صحفية يتوجب على جوجل الآن دفع غرامة تتراوح بين 150 و200 مليون دولار باتفاق مع السلطات الأمريكية يوتيوب من جهتها والتي أطلقت خدمة مخصصة للأطفال عام 2005 أكدت اتخاذها تدابير صارمة لحماية بياناتهم لكنها ما تزال تلقى العديد من الانتقادات التي تعتبر أن جهدها غير كافية شكرا